بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم في فدو النهاردة بإذن الله عن مسلسل الضوء الشارد اليزء الثاني نسخة بعد التعديد بطولة الفنان الكبير الفنان الراحل ممدوح عبد العليم وأول ما نبتدي الكلام نصلي على النبي العدنان سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونبتدي في سرد وملخص وتفاصيل وأحداث اليزء الثاني من الضوء الشارد نسخة بعد التعديد رفيع سلطان العزايزي اللي هو يبقى طبعا ممدوح عبد العليم بعدما اعترف لفرحة بإنه هو بيحبها وهي كمان اعترفت لي بإنها بتبادل نفس الشعور طبعا طلب منيها بإنه يتجوزها ووافقت فرحة بإنها طبعا تتجوز رفيع العزايزي وطبعا الحجة ونيسة اللي هي تبقى سميحة أيوب لما سمعت الخبر وإنه ابنها رفيع العزايزي حيتجوز فرحة طبعا فرحت جدا وطبعا عملوا أكبر حفل زفاف في البلد ورفيع العزايزي دبح دبائع كثيرة جدا وخلى ناس البلد كون لها تتعشى وتفرح فطبعا كان فرحان وسعيد جدا بإنه أتجوز من فرحة وفرحة برضو كانت سعيدة جدا بإنها تجوزت من رفيع العزايزي وطبعا بعض فطرة من الجواز فرحة أنجبت من رفيع العزايزي أنجبت منه ولد وطبعا رفيع العزايزي حبا وتقديرا في أخوه الراحل فارس سمى ولده الجديد ده سمى على اسم أخوه سمى فارس ففي يوم من الأيام كانت فيه عيالة اسمها عيالة ساعد المنشاوي عيالة ساعد المنشاوي دي زمان كانت قاتل حد من ناس البلد وبعد كده راحوا هربوا كلهم فبعد مرور خمستاشر سنة في الوقت ده رجعوا البلد رجعوا البلد وكان بس معاهم عاملين احتياطاتهم وكان معاهم سلاح كتير رجعوا بيوتهم رغم إنها كانت البيوت كلها تنهبت من العبش وكل حاجة وتهدد إلا وإنهم رجعوا في بيوتهم وكانوا بيبنوا يا عمر فيها من قديد وطبعا كانوا عاملين احتياطاتهم وكان معاهم سلاح كتير جدا فطبعا اضطار قتلوا ناس من عيالة في البلد تدهى عيالة خير الخولي فطبعا عيالة خير الخولي أول ما سمعوا بإنهم رجعوا طبعا لموا نفسهم كون لهم بالسلاح وطلعوا على بيت أو على منازل عيالة سعد الميشاوي اللي هو طبعا كبير عيالة الخولي اللي هو يبقى خيري أخذ رجالة وعيال عمه كون لهم بالسلاح وراحوا على البيت ولكن في الوقت ده رفيع العزايزي عرف فطبعا رفيع العزايزي رجع عيالة خيري الخولي لأنهم لو راحوا هناك هتبقى مجزرة فقال لهم أخذ الحق صنعه فمش كده فقال لهم أهدو فطبعا فضل يصبر فيهم الغاية لما كبير عيالة الخولي اللي هو خيري قدر يرجع عيال عمه ورجعه على البلد فطبعا رفيع العزايزي بما أنه هو يعتبر كبير البلد كلها عمل مجل الصلح ما بينهم وطبعا جمع كبارات البلد كلها علشان يتصلحوا العيلتين دون ولكن طبعا هو حاول أكتأ حاول كتير وتحايل عليهم الاتنين وبرضو في الآخر محدش قبل الصلح فيهم رغم أنه عمل مجل الصلح اتنين تلاتة الغاية لما سابهم وخلاص فبعد كده في يوم من الأيام عيالة خيري الخولي قتلوا أربعة من عيالة سعد المنشاوي أصطدوهم في الليل فبعد مرور بعد ما قتلوا الأربعة دون جه تاني يوم عيالة سعد المنشاوي ردت عليهم وقتلت أربعة في الغيط قتلوا أربعة في الغيط اللي هم كانوا في الزرع وبعد كده راحوا ولعوا في الزرع وكله فطبعا أرض عيالة خيري الخولي كانت بجوار أرض رفيع العزايزي فطبعا النار طالت من أرض رفيع العزايزي فأكلت زرع كتير جدا فطبعا لما سمع رفيع العزايزي أدايك بإنه إزاي أرض تتحرك كلها كده وضيعوا محاصيل السنة كون لها عليه اللي كانت تساوي بالنسبة له ملايين إزاي يحرقوها كلها فطبعا أدايك من عيالة سعد المنشاوي وطبعا رفيع العزايزي وقف مع عيالة خيري الخولي ضد عيالة سعد المنشاوي فراح رفيع العزايزي ولع فأرض عيالة سعد المنشاوي كلها مخلاش ولا محاصيل ولا أي حاجة رد عليهم علشان يتأدبوا ما يعملوا كده تالي فأرض رفيع به العزايزي بعد كده عيالة المنشاوي لما عرفوا بأنه رفيع العزايزي هو السبب وراء حرق أرضهم كلها طبعا قرروا الانتقام منه فقتلوا واحد من العزايزة فطبعا لما قتلوا واحد من العزايزة رفيع العزايزي جاب ما كان اللي قتل من عيلتهم دياتي جاب ما كانوا أربعة فبعد كده لم العزايزة كلهم وبرضو لم عيلة الخولي ووقفوا ضد عيلة المنشاوي كلهم طبعا وقفوا ضدهم وقالوا ليهم يا إما يمشوا يا إما حيخلصوا عليهم كلهم فطبعا الكترة تغرب الشقاعة فالعزايزة كان الكثيرة هي وعيلة الخولي فطبعا غصبة عينهم كبير عيلة المنشاوي اللي هو ساعد وافق ووطى راسه لرفيع العزايزي ووافق بأنه يمشي من البلد وهو وعيلته كلها فطبعا لموا حاجاتهم بالعربيات ومنص نقل وسابوا البلد باللي فيها ولكن طبعا بعد ما مشوا فرح طبعا رفيع العزايزي هو وعيلة الخولي ولكن في الوقت ده طبعا كبير عيلة المنشاوي رفع قضية ضد رفيع العزايزي وقال بأنهم الحكومة رجعتهم مرتاني للبلد فطبعا قالت لرفيع العزايزي بأنه هو يسيبهم وخلاص يقعدوا في البلد فرح رد عليها رفيع العزايزي قال بأنه هم لو قاعدوا في البلد مش هيسبونا في حالنا فاحنا لازم نمشيهم من البلد فقال دوناتي لو قاعدوا في البلد مش حيريحوا فقال لازم وبأي تمن يسيبوا البلد دي فطبعا راح لهم رفيع العزايزي وعرض عليهم بأنه يسيبوا بيوتهم مقابل أي تمن هم يطلبوه بأنه هو طبعا قال ليهم بأنه حيشتري أرضهم بأي تمن هم يحددوه فراح رد عليها ساعد المنشاوي وقال لرفيع العزايزي بأنه هو ما يبيع الشبر واحف في أرضهم ولو بكنوز الدنيا كلها فطبعا قام مدهيق من عنده رفيع العزايزي فطبعا فضل يفكر طول الليل كله وطول الوقت كله بأنه زايد طلحه من البلد ويبيعوا أرضهم دي فطبعا في يوم من الأيام عيالة سعد المنشاوي ابن سعد المنشاوي طاها كان رايح في يوم من الأيام يكتل واحد من عيالة خير الخولي فأثناء هو وبيكتله راح رجالة رفيع العزايزي قبضوا عليه كالتفوق وبعد كده ودوه عند رفيع العزايزي فرفيع العزايزي طبعا راح اتصل بأبوه اللي هو كبير عيالة المنشاوي وراوده ما بين يسلم ولده للحكومة وسعيدها الحكومة لما تقبض عليها متلبس هو قاتل حياخد حكم إعدام فطبعا خيروا رفيع العزايزي ما بين يسيب أرضه كلها مقابل أنه يسيب لولده وما يسلموش للحكومة فطبعا وافق سعد المنشاوي علشان ولده ومضى بيع وشرة على أراضي على أراضي عيالة المنشاوي كلها فمضى الورقة وبعد كده رفيع العزايزي وفى بوعده مع عيالة المنشاوي وستابهم في حالهم وبعد كده لما صبح الصبح طبعا لم يحقيتهم كون لها عيالة سعد المنشاوي ومشوا من البلد وطبعا رفيع العزايزي لما مشوا من البلد كمان كان لي طلب بإنهم يعملوا مجل الصلح مبينهم ومبين عيالة خيري الخولي والصلح دياتي حيكون بدي والدي هي بإنهم أرضهم كون لها تخدها عيالة خيري الخولي فطبعا وافق كبير عيالة المنشاوي على كلامه وبرضو كبير عيالة الخولي وافق على كلام رفيع العزايزي وتم الصلح في البلد على خير وبعد ما تم الصلح ورفيع العزايزي احتفالا بالصلح دبح الدبايح طبعا مشوا عيالة المنشاوي كون لها وأرضهم أحتلوا أو خدوها عيالة خيري الخولي وطبعا الطهر مشى من البلد والبلد والاستقرار في البلد رجع لطبيعته وبعد كده بفترة قصيرة الحجة ونيسة اللي هي تبقى سميحة أيوب قالها مرض شديد جدا وبعد صراع مع المرض ماتت وطبعا رفيع العزايزي زعل على أمه جدا وطبعا فضل زعلان كتير عليها وكان طول كان من وقت للتاني يروح المقابر ويفضل يدعيلها وكان بيطلح صدقات كتيرة جدا عليها للفقرة والأيتام على شار ربنا يرحمها فكان بيطلح صدقات كتيرة جدا على روحها هي والمرحوم فارس وكان بيفضل يدعيلهم طول الوقت فطبعا بعد موت والدته حس نفسه بإنه أتكسر رفيع العزايزي لأنه طبعا كان بيحبه أمه ونيسا جدا فبعد موتها حس نفسه بإنه أتكسر واتكسر قلبه فطبعا كان زعلانه حزين جدا بسبب وفاة أمه ونيسا ولكن فرحة طبعا كانت واقفة بجواره وكانت بتوسيه طول الوقت وبتهون عليه فبعد كده بعد فترة طويلة فرحة كانت حامل وولدته جابت بنت فراح طبعا سماها رفيع العزايزي بإسمه ونيسا على إسم والدته حبا وتخديرا في أمه الراحلة ومن هنا تكون نهاية اليزئي التاني نسخة بعد التعديل من الضوء الشارد بطولة الفنان الكبير ممدوها عبد العليم تأليف وإخراج أحمد سعودي أتمنى بأنه أحداث وتفاصيل وملخص الجزء الثاني نسخة بعد التعديل يكون نال إعيابكم أعزائي المشاهدين وبأنه تكونوا قد أستمتعتم بتفاصيل وأحداث وملخص الجزء الثاني نسخة بعد التعديل وإن شاء الله نشوفكم على خير الفيديو القادم يريد تقمع نفسه في أي جزء ثاني سوى من مسلسل أو فيلم يريد يعرفني ده في التعليقات ويكتب لي وأنا إن شاء الله أحاول بقدر الإمكان أو بقدر السرعة أألف ليه الجزء اللي هو نفسه فيه وإن شاء الله أكون عند حسن زنكم عزيزي المشاهد لا تنسانا بالاشتراك في القناة وعمل لايك لتدعي منى وتفعيل زر الجرس ليصل كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته